يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا حي يا قيوم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب يا رب يا رب أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني اللهم لا تشمت أعدائي بدائي واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي أنت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي اللهم ثبتني على عقلي وديني وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقا حلالا يكفيني وبعد عني شر من يؤذيني ولا تحوجني لطبيب يداويني اللهم استرني على وجه الأرض اللهم ارحمني في بطن الأرض اللهم اغفر لي يوم العرض عليك بسم الله الرحمن الرحيم طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شر يؤذيني اللهم اني اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل قرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الإبتلاء أن لا تبقي لي همّا ولا حزنا ولا ذيقا ولا سقما إلا فرجته وإن أصبحت بحزن فأمسني بفرح وإن نمت على ذيق فأيقذني على فرج وإن كنت بحاجة فلا تكلني إلى سواك وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ أحبتي اللهم لا تحملني من كرب الحياة ما لا تقتلي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقل بحوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحياء اللهم بشر من بلغني هذا الدعاء بحاجة تفرح قلبه وتدمع عيناه منها ربي ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي وأنت أعلم بحالي ربي شكواي لك لا لأحد من خلقك فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركة ربي إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سماواتك وأجرني من عظيم بلائك اللهم سخر لي عبادك الطيبين اللهم سخر لي عبادك الطيبين من حولي وسهل لي أموري وارزقني من حيث لا أحتسب ربي بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك اللهم إني أسألك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله اللهم إني أشكو لك قلة حيلتي وهوان أمري وضعف قوتي اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتاة العقل والأمر ربي آثرني ولا تؤثر علي ربي انصرني ولا تنصر علي إلهي رحم ضعفي وفرج همي واجبر كسري وآمن خوفي وأغفني برزق من عندك لا عدد له اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فأكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه اللهم ومن بلغني هذا الدعاء مثل ذلك يا رب في هذه الساعة أسألك الراحة لكل إنسان ذاقت عليه دنياه وذرفت عيناه يا الله أثرح قلوبا أنهكها التمني وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم وأسعد قلوبهم وأسعدنا بصحبتهم اللهم اغفر لي واليدي وأدخلهم جنتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم وثق من بلغني هذا الدعاء ويسر أموره بالدنيا والآخرة وارزقه لذة النظري إلى وجهك الكريم وأحسن خاتمته وارزقه أضعاف ما يتمنى في الدنيا والآخرة اللهم اشفي وأكرم وارزق وسددين من استغفرك استغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه اللهم صلي على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين